اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ودلوقتي هنقش ابرز الحوافز الضريبية لتشجيع الصناعة خلال الفترة الحالية هيكلمنا اكتر عن الموضوع ده الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضريب اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور اهلا وسهلا بحضرتك وبالسدر المشاهدين اهلا بحضرتك طبعا حضرتك يعني متابع ويعني ما شاء الله عندنا سيادة الفريق كامل وزير مخصص يعني تيسيرات كتير جدا للصناعة عايزين دلوقتي يعني نشوف دور الضريب يا دكتور ايه في تيسير يعني الضريب على الصناعة والمستثمرين هو الحقيقة المزايا والحوافز الضريبية متنوعة وكثيرة اللي موجودة لتشجيع الصناعة ومش الصناعة فقط تشجيع العمل بواجن عام في الدولة المصرية المزايا الضريبية ممكن تتنقسمها الى مجموعتين المجموعة الاولى خاصة بمزايا مرتبطة بتشريعات التأسيس الخاصة بالشركات والمجموعة التانية من المزايا الضريبية التشريعات الضريبية والجمركية يعني ايه تشريعات التأسيسات معناها ان اي مستثمر حابب ان هو يبتدي يعمل بيزنس في مصر بناء على التشريع الخاص بالقانون بتاعه بيبدأ يحصل على مجموعة من المزايا والحوافز الضريبية فعندنا اكتر من قانون زي قانون الاستثمار قانون 72 لسنة 2017 فيه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر فيه قانون المشروعات القانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة قانون الخاص باسواق سوء المال القانون الخاص بحوافز الاوراق المالية والتوريق والتأجير التمويلي قوانين مختلفة كلها بتهدف في الاخر الى ان المستثمر بيحصل على مزايا وحوافز ضريبية الشرق التاني من القوانين ومن التشريعات التشريعات المرتبطة بالضرائب والجمارك داخل التشريعات نفسها امور مختلفة مرتبطة بتشجيع المستثمر على الاستثمار زي ان مثلا الالات والمعدات مثلا بيتم تعليق الضريبة عليها في ضريبة القيمة المضافة مثلا لو انا شجعت لو انا عملت عملية انتاجية وقمت بعملية التصدير فعملية التصدير خاضعة للضريبة بسعر سفر ده كمان بيتيح لي ان انا ارد الضريبة على المدخلات دكتور محسن خلينا يعني عايز اعرف من حضرتك ايه ابرز العقبات من النواحي الضريبية اللي كانت بتواجه المستثمرين الحقيقة العقبات اللي كانت بتواجه المستثمرين هو وجود الاقتصاد الغير الرسمي لانه هو بالنسبة له كان بينافس المستثمر بشكل قوي جدا باعتبار انه هو مش بيدفع ضرائب مش بيتحمل عبء مش بيتحمل تكلفة احنا الحمد لله الجهود المبزولة من خلال مصطحة الضريبة المصرية برئاسة الاستاذة رشا عبدالعال رئيسة مصطحة ضرائب ووزارة المالية في دمج الاقتصاد الغير الرسمي بدأ يخفف شوية من العواقب اللي بتقابل المستثمرين في الدخول في المنظومة مش كده وبس التسهيلات كمان الضريبية اللي قدمتها مصلحة الضريب في التعامل مع المنظومات الضريبية دلوقتي يا فاندم التعامل مع الضريب بالكامل بشكل الكتروني بداية من تقديم الإكرار الإلكتروني الفواتير نفسها في عملية الشرع والبيع أصبحت إلكترونية الإصالات في تعامل المنشأة مع المواطن مباشرة أصبح إصال إلكتروني منظومة توحيد أسس واحتساب الأجور والمرتبات أصبحت بشكل إلكتروني فده سهل كتير جدا من التعامل مع المنظومات الضريبية خلاف المعاملات الضريبية كلها السداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية بشكل كامل ده خفت كتير جدا من العقبات اللي بتقابل المستثمر مع مصطح الدرائب خلينها يعني نسهلها أكتر للسادة المشاهدين الاقتصاد الغير الرسمي لوه يعني أنا دلوقتي أنا عندي مشكلة إن أنا ماشي أنا بقدم إكرارات ضريبية والكلام ده كله لكن أنا عندي مصروفات ما بقدرش أثبتها بالفعل للدرائب داخل أخذ بنزين قاعد في كافيه رحت لدكتور حاجات كتير جدا مصروفات بتكون بالفعل أنا بدفعها ما بقدرش أقدم للدرائب بيها أوراق رسمي فعايزة عرف من حضرتك هنا الدرائب التيسيرات اللي عملتها إيه وإزاي بالفعل فيه تسهيل للمواطن أو المستثمر إنه فعلا يثبت هذه المصروفات هو طبعا إحنا علشان نثبت المصروفات عندنا في التعامل مع ضريبة الدخل واعتبار المصروف كتكاليف واجبة خاصة لازم يكون المصروف بفاتورة إلكترونية وفي نفس الوقت برضو علشان أبدأ أخصم الضريبة دي في ضريبة القيمة المضافة لازم يكون المتخلات بتاعتي أيضا بفاتورة إلكترونية زي ما اتفقنا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشبع بيها المجتمع وأصبحت واقع حقيقي من سبعة تلاتة وعشرين وأصبح الوقت الحالي كل الناس بتتعامل بفواتير إلكترونية أما بالنسبة لمنظومة الإصاد الإلكتروني فهي مستمرة معايا شوية لغاية نهاية عام خمسة وعشرين بتطبيق وتعميل منظومة الإصاد الإلكتروني في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية وفقا للمراحل المراحل الزام الممولين في منظومة الإصاد مع تطبيق الفاتورة واجتمال منظومة الإصاد الإلكتروني هيقدر بشكل كبير جدا ندنج المنظومة الغير رسمية للمنظومة الرسمية لكن أحيانا مصدحة درايب بتمشي على نفس الخطة ده في خطة أخرى لدمج الاقتصاد الغير الرسمي عن طريق أن احنا بدأنا بالفعل يحصل توافق ما بيننا وما بين تلاتة وعشرين جهة حكومية أخرى للحصول على البيانات لدمج الاقتصاد الغير الرسمي بدأنا بشكل قوي جدا أن احنا نسجل مسجلين كتير جدا فيه أو مستثمرين كتير على منصات التجارة الإلكترونية وشركات غير مقيمة بتبدأ تتعامل مع المجتمع المصري بدأنا نشغل بأسلوب مختلف اللي هو المتسوق الخفي أنه بيبدأ ينزل زميل إلى كافية أو بينزل زميل إلى مكان آخر ويتعامل أنه هو عايز فاتورة وفي حالة عدم وجود فاتورة بيبتدي يتعامل معه بشكل ضربين بنبدأ نشتغل بحملات حصر مكسفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية الهدف منه أن احنا نشجع الممولين لدمج الاقتصاد الغير الرسمي من ناحية أخرى بدأنا من عام 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المتنهية الصغر بتشجيع الاقتصاد الغير الرسمي إلى الدخول المنظومة الرسمية عن طريق أن احنا بدأنا نعمل حوافظ ضربية ليهم بحيث أن يقدر يتعامل مع مصطحة الضرائب بشكل رسمي وضرائب مخففة خلاف خالص الطريقة اللي موجودة حاليا باعتبار أن احنا نبدأ نشغل بشكل ضريبة قطعية أو مبلغ سابت تبند على رقم الأعمال اللي بيقوم بالمستثمر أو اللي لسه ما دخلش جوا الاقتصاد الرسمي عايزين حضرتك توضح الإصال الإلكتروني وإزاي قدر أطلبه وإزاي قدر أدخله على الأكاونت بتاعي الضريبي سواء أنا كنت مواطن عادي أو صاحب الشركة الإصال الإلكتروني هو بيحصر العلاقة ما بين بيزنس منشأة ومواطن والفاتورة الإلكترونية هو بيحصر العلاقة ما بين بيزنس وبيزنس فمثلا حضرتك كمنشأة مهني أو تجاري أو صناعي أو وريفر تمام كده حضرتك عايز مستند إلكتروني دخلت مثلا بحطة بنزين وعايز فاتورة إلكترونية أو إصال إلكتروني ويبقى في الback office عند حضرتك بتبتدي تديهم رقم التسجيل الضريبي الخاص بحضرتك ويبتدي يطلع لك فاتورة إلكترونية بالأكاونت بتاعك عشان يخش داخل الأكاونت بتاع الفاتورة إلكترونية الخاصة بحضرتك أما لو أنا مواطن وأنا محتاج إصال إلكتروني بابدأ أطلب من الكافي أو بابدأ أطلب من محطة البنزين أو بابدأ أطلب من الصيدلية إصال إلكتروني من الجهات اللي تم إلزامها وفي حالة تعصر صدور إصال إلكتروني أستسمح المواطن أنه يتصل ب16395 ويبدأ يسجل شكوى أن المكان الفلاني ما أصدرش إصال إلكتروني وإحنا إن شاء الله هنكلف زملاء ينزلوا يعملوا التوعية ويساعدوا في عملية إصدار الإصالات الإلكترونية دكتور إمتى هيتم تعميم الإصال الإلكتروني في كل المنشآت سواء بقى كافي سواء محل بقالة سواء بنزين أي حاجة إمتى هيتم تعميم الإصال الإلكتروني زي بالضبط ما تم تعميم الفاتورة الإلكترونية وفقا للخطة المدرجة إن آخر مرحلة لمنظومة الإصال الإلكتروني هيتم تطبقها في 15-10 سنة 25 هل يا دكتور هيكون في عقوبة على من لم يسجل في منظومة الإصال الإلكتروني زي ما كان في عقوبة للي ما بيسجلش في الفاتورة الإلكترونية آه طبعا العقوبة موجودة سواء لمنظومة الفاتورة أو منظومة الإصال الإلكتروني وده موجود في قانون الإجراءات الضربية الموحد وبتصل العقوبة لغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه وبمناسبة كلام حضرتك إحنا كتوجهات رئاسة المصلحة عندنا إلى إن علشان نعمل إصدار الفوضة الإلكترونية في بعض الممولين أو المسجلين أو المتعاملين مع مصلحة الدرائب تأخر في الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وبالفعل تم التواصل معاهم وتم التوعيتهم وهم في طريقهم إلى التسجيل إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية لكن الحقيقة اللي بيتعنت واللي مش هينضم إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية هنبتدي ناخد الإجراءات القانونية بحالة الميابة لتوقيع الغرامة عليهم طيب يعني طبعا إنت عارف إحنا كمصريين دايما عندنا إيه حتة التسامع يعني فيه ناس كتير جدا مثلا مش هتشتكي بصراحة يعني فعايزة حضرتك تشرح ماذا أهمية أنه هو يبلغ أو يتكلم عن ماذا يسجل والضرر اللي هيقع على المواطن نفسه إحنا دايما بنقول إن إحنا في مصطحة الدرائب هدفها تحقيق الامتسال الدريب للممولين وإحنا نحقق العدالة الدرابية لأن إحنا مؤمنين جدا في مصطحة الدرائب إن حصيلة الدرائب بيتم استخدامها في تمويل الموازنة العامة للدول ومعنى إن أنا باخد درائب عشان أمول بها الموازنة العامة للدولة فمين اللي بيدفع الدرائب هو الاقتصاد الرسمي طب مين اللي ما بيدفعش الدرائب هو الاقتصاد الغير الرسمي وبالتالي المواطن أو المستثمر في الاقتصاد الرسمي هو اللي بيتحمل عبء ضريبته وعبء ضريبة غيره فبالتالي أنا لازم المواطن لازم كافة أطراف المجتمع تبدأ تشجع أو تدعمنا فيه للوصول للمنظومات الغير الرسمية خلاف الطرق اللي أنا ذكرتها لحضرتك في البداية لتحقيق العدالة الدرابية لتحقيق أن أنا أبدأ أخذ الأدرابة المستحقة من الاقتصاد الغير الرسمي وأبتدي أمول بي الموازنة العامة للدولة المصرية دكتور محسن عايزة من حضرتك نصائح للمصنعين والمستثمرين وكمان المواطنين بالنسبة للنواحي الضريبية هو طبعا إحنا بالنسبة للمستثمر والمصنع والتاجر ومقدم الخدمة أنصحوا بالامتسال الضريبي أنصحوا بالتعامل مع المنظومات الضربية الإلكترونية بشكل قوي جدا إحنا نستخدم أساليب توعية مختلفة تقدر من خلال حضرتك أنك أنت كراجل أعمال أو كصاحب بزنس تقدر تتواصل مع مصطح الدراب المصرية بالنسبة للمواطنين أنصحوا أنه أي شارع بيقوم بيه لازم يشتري بفاتورة إلكترونية أو يشتري بإصال إلكترونية ده بيساعدنا جدا جدا في دمج المنظومات الغير رسمية أو الاقتصاد الرمادي إلى المنظومة الرسمية والتنمية مش هتتم إلا لما مستوى الاقتصاد الغير رسمي يقل والمنظومات الرسمية هي الآن زي دكتور محسن طبعا حضرتك شرفتنا النهاردة وشكرا جزيلا لهذه المعلومات القيمة شكرا فندم شكرا لحضرتك والأستاذ المشاهدين شكرا كمان لحضراتكم ويخليكم معانا علشان تتابعوا باقي فقراتنا